كان هناك مجموعة صغيرة من الباحثين البحريين الشجعان يقومون برحلة استكشافية عبر المثلث البحري الغامض المعروف باسم برمودا كان الهدف من رحلتهم هو حل أحد أكبر الغاز البحرية في التاريخ وهو اختفاء العديد من السفن والطائرات في تلك المنطقة قبل الإضحار قرأوا العديد من القصص والأساطير عن المثلث المشؤون تحذروا من التحذيرات والخطورات التي قد تنتظرهم في طريقهم ومع ذلك لم يكن لديهم أدنى شك في قدراتهم وتصميمهم على مواجهة التحدي عندما وصلوا إلى المثلث بدأوا في استكشافه بحذر شديد تم تعيين طاقم السفينة لمراقبة الأجهزة الإلكترونية والبحث عن أي تشويش غريب بدأوا أيضا في جمع البيانات البحرية وتحليل الأنماط المائية لكن كما هو متوقع بدأت تحدث أمور غريبة فجأة اختفت البوصلة وتعطلت أجهزة الاتصال بدأت السحب الكثيفة في التكاثر حولهم مما جعلهم ضائعين في بحر لا نهاية له تحول النهار إلى ليل دامس بفعل السحب المظلمة بدأوا يشعرون بالهلع والقلق لكنهم لم يستسلموا وجدوا بعض الكتب والمخطوطات في المكتبة على السفينة تحكي عن أنه إذا وجدت طاقما بحريا قويا ومتحدا يمكنهم تحقيق الوحدة والتركيز بدأ الطاقم في العمل معا بروح الفريق الواحد قرروا الاتعاد عن الهلع والخوف واستخدموا الموارد المتاحة لديهم لحل الألغاز والأحاج التي تواجههم استخدموا الخرائط القديمة والملاحظات المكتوبة لفهم المثلث وتحديد موقعهم الحالي لم يكن الأمر سهلا ولكنهم استمروا في العمل بجد واجتهاد وبالتدريج بدأت الألغاز تتكشف أمامهم تمكنوا من اكتشاف نقاط قوة في المثلث برمودا وتفسير بعض الظواهر الغريبة التي يشهدها المرة اكتشفوا تدفقا قويا للتيارات البحرية ووجود جاذبية غير عادية في تلك المنطقة بدأوا يشتبهون أن هناك تأثير نيولوجيا غريبا يؤثر على المنطقة استغلوا هذه المعرفة وعملوا بشكل متناغم للعثور على الطريق الصحيح قرروا استخدام قوارب النجاة والقوارب الصغيرة للاستكشاف الدقيق والوصول إلى الشواطئ القريبة قموا بمسح الأرض وجمع العينات من النباتات والصخور للدراسة فيما بعد مع مرور الوقت تمكنوا من تحديد أماكن الخطر والتجاوز منها ببراعة قموا بتطوير استراتيجيات مبتكرة للملاحة وتجنب ظروف الجوية السيئة ومع كل تحدي يتجاوزونه نمت روح الفريق والثقة بينهم وفي النهاية بعد رحلة شقة وملئة بالمغامرات استطاع الطاقم الخروج من المثلث برمودا بسلام وقد حققوا هدفهم بحل اللغز الباحثون الشجعان عدوا إلى المنزل بفخر وتواضروا لأنجازهم الكبير قاموا بتحليل العينات والبيانات التي جمعوها خلال رحلتهم ووجدوا أدلة قوية تشير إلى أن التأثيرات الجيولوجية في المثلث برمودا تسببت في التشويش الكبير على الأجهزة الإلكترونية والاختفاءات المفاجئة للسفن والطائرات تم نشر نتائج البحث في المجلات العلمية وأصبحت مصدر إلهام للباحثين والمهتمين بدراسة المثلث برمودا حصل الطاقم على الشهرة العالمية والاعتراف بإنجازاتهم في حل اللغز القديم ومنذ ذلك الحين أقيمت العديد من البعثات البحثية لاستكشاف المثلث برمودا وفهم أسراره بشكل أعمق تم تصميم تقنيات جديدة للتعامل مع التأثيرات الجيولوجية المعقدة في تلك المنطقة وتم تحسين إجراءات السلامة للملاحة وعلى صعيد الباحثين الشجعان فقد استمروا في رحلات استكشافية إلى أماكن بحرية أخرى غامضة حول العالم حيث واجهوا تحديات جديدة وحلوا الغاز بحرية أخرى أصبحت قصتهم قصة ملهمة للشجاعة والتفاني وروح العمل الجماعي وهكذا تذكر قصة الوفائقي حول مثلث برمودا كمثال للإصرار والشجاعة في مواجهة المجهول وحل الألغاز التي تحير العقول فهي تذكرنا بأهمية التعاون والتفاني في تحقيق النجاح حتى في أكثر الظروف غموضا ترجمة نانسي قنقر